يقول السؤال أعمل في مزرعة من سنة ما أعطوني راتب يا ويلة من منع صاحب الحق حقه مطل الغني ظلم مطل الغني يحل عرضه وعقوبته كما أخبر عليه الصلاة والسلام هذه الأجرة الشهرية دين في حق صاحب العمل ويجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه وأن يعطي الأجير أجرته وأن يفي له بما تعاقد معه عليه وحيث أنه قد تعاقد معه على راتب شهري وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فإن الوفاء بالعقد واجب وتأخير الراتب حرام وبعضهم يضع الرواتب العمال في البنوك إلى أوروبا وينفق الأموال لأن إجازة حضرته يريد أن يقضيها في تلك البلاد ويتنعم وهؤلاء المساكين لا يجدون مالا يرسلونه إلى أهليهم للنفقة وهذا ظلم عظيم ومحرم وهذا الفعل يحل عرضه وعقوبته في الدنيا والعذاب عليه ومن قبل